فوق طائفة اللافكيات، طائفة دائرية الفم، سايكلوستوماتا تعتبر طائفة دائرية الفم من أكثر الفقاريات بدائية، والتي تشبه ثعبان السمك، وتتميز بفمها الدائري الخالي من الفكوك تعيش حيوانات هذه الطائفة في المياه المالحة والعذبة، كطفيليات خارجية تتغذى على الأسماك والحيوانات الأخرى ومن أمثلتها، الأمبري أو الجلاكي أو البيتروميزون، بيتروميزون وهو طفيل خارجي يعيش على بعض أسماك المياه العذبة، جسمه طويل، يشبه ثعبان السمك، ويتميز إلى رأس وجذع، وذيل، ليس له زعانف زوجية، وله زعنفتان ظهريتان وسطيتان، ومنفصلتان أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زعنفة ذيلية كما يتميز الجسم بوجود قطع عضلية تشبه الزجزاج، وبينها وبين بعضها فواصل عضلية توجد عين على كل جانب من منطقة الرأس، ليس لها جفؤون، ويغطيها طبقة شفافة من الجلد يوجد ثقب شمي مفرد على الجانب الظهري من الرأس، له سبع فتحات خيشومية خارجية على جانب الرأس وفتحة بولية تناسلية خلف فتحة الإست مباشرة هذا بالإضافة إلى وجود قمع فموي كبير به العديد من الحلمات تعمل كم مصات لتثبيت الحيوان على جسم الفريسة وفي قاع القمع الفموي تقع فتحة الفم، حيث يبرز منها لسان كاحت ومن الداخل توجد صفوف عديدة من الأسنان القرنية، لتساعده على نهش لحم الفريسة ترجمة نانسي قنقر